تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف الإنشائية والهندسية لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة ووجه الرئيس السيسي بإقامة مدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة بصورة متكاملة بحيث تضم كل الخدمات اللازمة كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبع حيث أكد الرئيس السيسي تزويده بكافة الخدمات اللازمة على امتداد الطريق بحيث يساهم باعتباره شريانا رئيسيا في خدمة المشروع القومي العملاق الدلت الجديدة للإنتاج الزراعي أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مصر لديها اقتناع بأن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد على الاستمرار في العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتميز الذي تبنته الحكومة وخلال مؤتمر صحفي مع السكرتير العام للمنظمة ماتياس كورمان بباريس أعرب مدبولي عن الفخر بما تحقق من نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مؤكدا استمرار الجهود لتحسين هذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة بما يلبي احتياجات المواطنين أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس التشريعي المقبل سيضم شبابا ممن شاركوا في الثورة مشيرا إلى أن استكمال هياكل الأجهزة القضائية سيتم في أقرب وقت وأكد البرهان أن عملية الانتقال سيتم إنجازها بمشاركة مدنية كاملة وأن الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها بشكل يردي كل أهل السودان وأضاف البرهان أن القوات المسلحة قدمت كل التنازلات المطلوبة لتلبية إرادة المواطنين مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة استنكر الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الإرهابية على إحدى القرى في محافظة ديالي شمالية البلاد وأصفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ووصف صالح الهجوم بأنه محاولة خاصيسة لزعزعة استقرار البلاد مشددا على ضرورة توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطر داعش الإرهابية أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الفرنسي إمانيال مكرون الجمعة القادمة في روما على هامش قمة مجموعة العشرين كان بايدن ومكرون بحث هاتفيا الجمعة الماضية التعاون في مجال الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ إضافة إلى جهود تعزيز الدفاع الأوروبي حسب ما أعلن البيت الأبيض انتخب البرلمان الألماني الجديد عضوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيربل باس لرئاسته وتعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً التي ينتخب فيها البوندستاغ امرأة لرئاسته وقد حصلت بيربل على أغلبية الأصوات خلال الجلسة التأسيسية للبرلمان حيث نالت تأييد خمسمائة وستة وسبعين عضو كشفت وسائل إعلام بريطانية عن نقص كبير في سائق الشاحنات الثقيلة في جميع أنحاء أوروبا بسبب ظروف العمل الصعبة وقالت صحيفة إكسبريس البريطانية إن الأزمة انتقلت من المملكة المتحدة إلى إسبانيا ومنها إلى باقي الدول الأوروبية مضيفة أنه مع الإبلاغ عن نقص في عدد السائقين في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا تشير الأرقام إلى أن الوضع في أسوأ حالاته مشيرة إلى أن أوروبا ستكون بحاجة إلى حوالي أربعمائة ألف سائق في السنوات القليلة المقبلة يواصل البركان في جزيرة لابالما الإسبانية ثورانه وإطلاق الحمام البركانية وتصعدت حدة ثوران البركان أكثر من أي وقت مضى بعد تهديد الانهيار الجزئي للفوهة بالأضرار بمناطق لم تتأثر من قبل شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز للمزيد يمكنكم دوما متابعتنا عبر موقعنا على الانترنت أكسرانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا عبر حسابتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء